موسيقى حياكم الله أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض الحضراتكم أبرز المقاطع اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق مشاهدين نبدأ من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث نظم أهالي قضاء شط العرب بمحافظة البصرة تظاهر للمطالبة بإيقاف التجاوزات على أراضيهم بسبب عملية مد سكة الحديد اللي تربط بين العراق وإيران ضمن ما يعرف بمشروع الربط السككي أهالي البصرة قالوا بأن السكة الحديدية الجديدة راح تتسبب بتهجير مئات العوائل لأنها تمر من داخل أو خلال مناطقهم ومن داخل بيوتهم وأراضيهم وطالبوا بتحويل مسار هاي السكة الحديدية إلى طريق آخر لا يسبب الأذى للناس دعونا نشوف المقطع اللي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي البصرة أهالي قضاء شط العرب مناطق الجزر الأربعة خرجوا بتظاهرة من أجل المطالبة بتغيير مسار السكة الحديدية الممتدة من إيران إلى العراق نحن كأهالي قضاء شط العرب الساكني في هذه الأراضي منذ مئات السنين والأراضي طابوا صرف بأسماء عراقيين وبأسماء أجدادنا نطالب بتغيير مسار السكة لكن نطالب بإنصاف هذه العوائل أكثر من ألف دار سوف تزال وأكثر من ألف عائلة سوف تهجر لا نطالب بالتعويض وإنما نطالب بإيجاد حلول مناسبة كتغيير مسار السكة تربط مع الشارع الحولي الذي سوف ينشأ حديثا إن شاء الله نحن نصل صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياء السوداني وإلى السيد وزير النقل وإلى السيد محافظة البصرة بأن ينصفوا هذه العوائل وأن يضعوهم نصبى عيونهم لا نريد نكرر لا نريد التعويض وإنما نريد إيجاد حلول مناسبة لعدم تهجير هذه العوائل نستمر ويا نفس الملف مشاهدين الكرام لكن إلى موضوع آخر ضمن موضوع ضمن قضية التجاوزات على منتلكات المواطنين إلى محافظة ذيقار ننتقل بكم متحديدا إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة لطالب أهالي المدينة بإيقاف التجاوزات من قبل المتنفذين على المساحات الخضراء داخل مدينة الناصرية وتحويلها إلى أراضي تجارية خاصة لهؤلاء المتنفذين يبنون بها محلات تجارية وموالات وغيرها وأكد المواطنون أنهم ناشدوا مرارا وتكرارا للجهات الحكومية والرقابية لكن لا يوجد أي تدخل ولا توجد أي استجابة من الأطراف الحكومية لإيقاف هذه التجاوزات والسرقات للمساحات الخضراء التي تحيط بالأحياء السكنية دعونا نشوف في محافظة ذيقار جاء يحدث من الاستيلاء على المناطق الخضراء بضح النهار أمام أنظار دولة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني مرانا وتكرارا طالبنا محمد الشيعة السوداني التدخل من قضاء علافات الفساد نحن الآن متواجدين مجمع كينة بس وجه للكاميرا مصورنا هذا الشريط الأخضر التابع للمجمع يعني هاي الكارثة العظمى بليه لو ضوحاها صبح الصبح لقوي الشريط الأخضر محول إلى محلات يعني ما نعرف لا محافظ يقول أدري ولا جهة من الجهات ولا الاستثمار ولا القائم مقام ولا بلدية الناصرية يعني هاي كارثة بحذ ذاته تناشط رئيس الوزراء ما يسوي لك حل النزاهة ما يسوي لك حل الريت احنا هاي الظاهرة جاية تحدث من الاستيلاء احنا قلنا نخاف على بيوتنا احنا كمواطنين قلنا خاف يصبح الصبح يدق واحد يدق واحد باب يقول لعن مطلع هذا ما أخذينه استثمار يعني هاي كارثة بحذ ذاته احنا نوجه لرئيس الوزراء ان كان جاد في الاصلاح في حكومة الاصلاح خليه يبدأ من الناصرية وشوف الكارثة ما الحزام الأخضر خنقا والمدينة هاي الشوارع الرئيسية لح يقدمونها بالمحلات طيب مشاهدين خلونا نشوف التعليقات اللي جاءت وتم تداولها او اللي علق عليها المعلقون على هذه المقاطع في موقع فيسبوك اسامة يقول المفروض اتفاقية الربط السككي مع ايران كلها تنلغي لان اللي وقعوها ناس ما تفتهم من وزير ومدير السكك ومستشارين عدنا تعليق من ابو محمد البصري يقول ما ضاع حق وراءه مطالب حكومة الخضراء تريد تبيع تريد بيع او تريد بيع ما تبقى من البلد والضحية المواطن البسيط ساكار يقول بارك الله بكم هو هذا الصحيح يجب الوقوف بوجه المستغلين والمنتفعين ما بقت لا مناطق خضراء ولا محرمات ما يصير تتحول الى سكني هو هذا المتنفس الوحيد بالمنطقة والسيد نجاح يقول ما خاننا الامين بل نحن اتمنى الخائن اغلب المناطق الخضراء تم بيعها من قبل الخائن الذي ليس لديه ذم ولا ضمير ولا يستحق البقاء في هذه المحافظة ساعة واحدة كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدين الكرام اللي تم تداولها بشأن المقاطع اللي عرضناها لحضراتكم ننتقل الى موضوع ثاني من الاستيلاء على الاراضي الى فساد المشاريع والاستثمارات والسرقات الحاصلة بهذه المشاريع اللي موجودة في اغلب المحافظات العراقية ناشط من محافظة كربلاء تساءل عن اسباب ايقاف او اغلاق جسر الهندية في المحافظة بعد ان تم افتتاحها بايام وتساءل عن سبب ظهور تخسفات وسط الجسر الجديد ومن اللي راح يحاسب الشركة اللي اشرفت على بناء هذا المشروع ونفذته واين هو دور الرقابة ولجنة النزاهة وغيرها من اللجان من هكذا سرقات وفساد في مشاريع استراتيجية تنصف او تصرف عليها وتنفق عليها مليارات الدولارات والدنانير خلونا نشوف طبعا انا كثير ما تحدثنا عن موضوع الشركات واعطاء المقاولات للشركات محددة دون اخرى هذا الجسر جسر طواريج اللي صاير باتجاه الجمعية بعد افتتاحها انه الجسر بيديش بلاك الاتجاه صار شوية بينزول هس اذا تشوفون شوية صار بينزول اضافة لن هذا الموضوع انه هاي الجونينات ما اعرف شو الوضحة يعني هاي الجونينات عفوا ليش يستخدموه استخدوه بهذا الموضوع وهي التحديد وبعد افتتاح الجسر انه رجع انغلق الجسر افتتاح الجسر رسميا وورا فترة رجع انغلق ليجرى هاي الصيانة لان هاي الصيانة اكو خلل بالجسر اكو اخطاء صارت وهاي الشركة انه عليها يعني بعض التحفظات من خلال اكو مشاريع انه قد احيلت لهذه الشركة طيب نكمل ويا نفس الملف مشاهدين الكرام وننتقل من كربلاء الى البصرة وتحديدا جسر الزبير بالمحافظة اللي وثق من عنده مواطن من اهالي البصرة وثق وجود رافعة تابعة للشركة المنفذة للمشروع مشروع جسر الزبير واللي هي شركة حكومية والرافعة هي تابعة للدولة لكن بقت متركة او تركت تحت الجسر من دون اي تدخل لسحبها واعادتها للعمل ضمن مناطق اخرى ربما او مشاريع اخرى حكومية شهرين وهذه الرافعة غارقة اسفل الجسر جسر الزبير في محافظة البصرة خلونا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هذا من امام شرط البصرة اللي هو شرط الزبير ومعام شرط الزبير هذا الجسر اللي اقيم حديثا من قبل الحكومة المحلية وشركة غاز البصرة متفضل الجزام والله خير اخوان مثل ما اشاهدون هذا الكرين باعولة شوان غرقان السبب انه انا صوت هذا الكرين انه هذا الكرين حكومي باع باع شوفوا شركة اشور تابعة للدولة حكومية هذا صار لشهرين غابق في شرط البصرة طبعا اكتمل هو المشروع ولكن لفوا غرابهم وكل من مشاله ليش مهاموال دولة يعني المسؤولين في شركة اشور الى السيد وزير ما اعرف الصناعة وزير الرئي المن تابعة ما اعرف ليش هذا هذا من المال العام يعني هذا الكرين وهذه الرافعة مو ملأين دينا نير ليش عفتوها بالشط ورحتو نكمل وي نفس الموضوع مشاهدين الكرام ونروح الى مقطع ثاني الى محافظة المثنى وتحديدا الى قضاء الروميثة اللي انتقد ناشط من هناك العمل في كورنيش الروميثة اللي تم انفاق بحسب الناشط تقريبا مليارين ونصف مليار دينار عراقي وتساءل وين راحت كل هذه الاموال وهو اين الكورنيش اللي يتحدثون عنه خلونا نشوف حياكم الله اخوان اليوم اتواجد بواحد من اهم الاماكن السياحية والترفيهية في قضاء الروميثة وتحديدا كورنيش الروميثة نعم اخوان هذا اللي جايش يشوفوه هذا هو كورنيش الروميثة كلفة هذا الكورنيش مليارين وسبعمية الى مليارين وستمية يعني الفين وستمية مليون دينار عراقي كلفة هذا المشروع اللي قرابة تقريبا طولة كيلو الى كيلو نصف بطنو بهذا الحجر وهذا هو بس بعد شنو نشتردون اكواحد يريد اكثر من هذا هو حجر وبطنوه ما نعرف شنو يعني كورنيش انا اول مر اشوف كورنيش غير صالح لا للحيوان ولا للانسان يعني انا سردجي اقعد هنا في العصريات وين اقعد هاي الخيسة شنو وابحة هاي المجاري شنو وابحة ما اعرف ما اعرف حقيقة شنو هذا على شنو مكلفكم مليارين وستمية الى مليارين وسبعمية طيب خلونا نتابع التعليقات مشاهدين الكرام سريعا قبل لا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم ابو محمد يقول ما ضع حق وراءهم مطالب طبعا احنا عرضنا التعليق السيدة ابو محمد قبل شوية علي يقول بلد بيد الحرامية حسبي الله نعم الوكيل على كل ظالم وعدنا تعليق من احمد يقول حاميها حراميها وذولا اللي يجوي جدد راح يكملون مسيرة اللي قبلهم حسبي الله نعم الوكيل على كل فاسد عدنا تعليق من علي يقول بما انو البلد بيد الاحزاب الفاسدة فلا تتصورون البلد ينهض عمها سبوقوا وانهبوا بس ابنه من انعم ألعن ابو امريكا يا ابو ايران خلونا نسمع رأي السيدة أم شهاب من بغداد تفضل يا أم شهاب حياة الله السيدة أم شهاب السلام عليكم عيني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزاك يا أم تفضل والله زاد فضلك عيني الله يبارك لي تحليك ويحبكم الله يسلمك الله يسلمك كل الهلل تفضلي الله يرضى عنك والله يا مامي نحن الناشد في العفل عام نعم والله يا أمي أنا فوايا ناشدة فوايا اتعبنا من المناشدة نعم اتعبنا والله يا أمي من المناشدات يعني يريد ينطون عفو عام الولدنا الرياء يعني للمظلومين نحن ما جاء يقول لهم روحوا طلع الارهابية والقاتل يعني أولادنا ريدي ينطفون بحالهم يا أمي أنا يعني سابقا يعني متصلة عليكم قلت لك حاني راحيلي أربعة نعم ومعوقه وواحد مخطوف وواحد بالمحتقل والبيت ما تروز جهال أي كان نعم يعني الله هو أكبر يعني ما يلطفون بحالنا وحال أولادنا المظلومين أنا بس أريد أناشد أريد أناشد رئيس الوزراء نعم وأريد أناشد فايق زيدان الله يرضى عنه بس تخلي يقول لنا رئيس الوزراء يعني يعني أقع أقعام لو ما أقل خلي ريحون قلوبنا طيب أنا يمكن يمكن أكو أسئلة راح أطراحها يمكن أتجاوب على اللي تفضلت به ومش هاب ابنك ابنك اللي معتقل شنو تهمته والله أربع أرهاب يا يمون تمام أربع أرهاب وانت تقولين أنه هو لم يفعل شيء أكيد رحم الله والديك يعني أنت اليوم ابنك في نظر الحكومة إرهابي وفي نظر القنوات اللي تتروج للإعدامات اللي تتصير داخل السجون الحكومية لأبرياء بأن ذولا إرهابيين دا يعدمون تمام والتعذيب اللي دا يصير داخل السجون لما تنشر القضايا قضايا التعذيب في وسائل الإعلام شي كتبون بالتعليقات حيل وابو زايد بيستاهلون ذولا إرهابيين أنت عندك حكومة ودولة تأسس تأسس من خلال قنواتها الفضائية من خلال مؤسساتها أنه ذولا الأبرياء اللي دخلوا للسجون بلا ذنب بوشاية مخبر سري بسبب تهم كيدية دوافع طائفية سميها اللي تري دي ذولا إرهابيين ليش لأنه أكو قاضي فاسد الأبرياء بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب شلون تريدين فائق زيدان يعفو عن ابنك وهو اللي دخل للسجن وحكم عليه بالإرهاب هو وقضاته طبعا اللي يشتغلون جوائدة يا أمي لازم ينصفون الحال ومشوفون المظلوم منه ليش يحترف يعني هو السجين المحتقل ليش يحترف خير من التعذيب صحيح نعم غير من التعذيب انت غير ما تشوف التعذيب يعني حتى هددوهم وبعرضهم صحيح يعني إلي هددوهم وبعرضه شي يقول يعني شريد يقول نعم نعم يعني الله على ضميرة الإنسان لا يموت على أرضك لا على عرضك نعم وهذا وهذا الشي يعني هذا الشلو تعذيب التعذيب المعذي وهي المناشدة نعم نعم هاي المناشدة أم شهاب تتوجه أو هذه القصة اللي تفضلت بيها والمعاناة اللي طرحتيها المفروض يسمع حفائق زيدان ومحمد الشاع السوداني اللي طالعين كل شوية في القنوات ينظرون على الناس روحوا شوفوا الفساد داخل السجون روحوا روحوا عيدوا محاكمات الناس الأبرياء معقولة كل سجون العراق بها إرهابيين ريجهم يعيدون التحقيق مالهم نعم ويرطفون بحالنا يجزون علينا يعني احنا مو أمهات نعم يعني والله احنا دموعنا كل النهار داني بشي حال الضيم حالنا الله يقول بله وانتبطر المصرب بضضيم ولهبهم يعني أنا معوقة يعني مقعدة الكرتي ما شايفة ابني ارحلي بأمهاتهم خلي ينصفون بحال المظلومين يعني هواية هواية مظلومين يا يومي وقل يا أمه ما بستجون مباليب صحيح صحيح يعني الله هو أكبر يعني الله احنا كفار احنا وين نروح روحنا انخل أجنبي يعني وين نروحاني هل سوى الله حال الضيم حالي الله يكون بعونك يا أمهاتهم وضميرهم نعم أشكر حضرتك ومشهاب شكرا جزيلا ست ومشهاب طبعا أنا أعتذر من الشيء أنا أعرف والله اللي بداخلك من ألم وحرقة ورغبة أن الناس تسمع صوتك وتسمع آلامك وتسمع معاناتك حتى بس يحسون شوية على نفسهم لكن صراحة الوقت يعني يداهمنا بس احنا نريد نقول أنه كيف بدولة نصنف قضاءها بحسب الأمم المتحدة بأنه قضاء فاسد ومسيس ويطلع حادي العامري بوسائل الإعلام يقول إحنا القاضي نضغط عليه ونهدده وابن أم الميت هدد اليوم من القضاء والقانونيين الموجودين بالعراق اللي يبيدهم الحل والربط حتى يخيروا حتى يمشوهم وفق رغبات الأحزاب وأهواءها وتوجهاتها شلون دولة تنفذ أحكام إعدام وهي مشكوك بنزاهة قضاءها وعدالته وتقارير كثيرة تتحدث عن اللي دي صير بداخل السجون والمعتقلات من انتهاكات تعذيب ومعانات للمعتقلين وإهانات جسدية ونفسية وغيرها وتجاوزات وانتهاكات ومخدرات ومتاجرة بالمعتقلين واعتداءات جنسية وغيرها 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 من قضايا كثيرة تتعلق بالانتهاكات داخل السجون والطريقة اللي يدخل بيها المواطن العراقي البريء إلى هاي المعتقلات شلون بالنهاية تصادقون على أحكام اعدام أو تصادقون على الاعترافات اللي تنتزع من هذا المعتقل أو ذاك دون التحقق بطريقة قانونية سليمة مستقلة بعيدا عن الانتماءات والتوجهات والانحيازات خلوني أسمع رأي سيد كاظم من الديوانية تفضل يا كاظم حياك الله الله يسلم كل الهلة تفضل استاذنا العزيز أنا ما قاري وما أرفقه يعني إذا الانتقابات ما داخلوا كل مادة القانونية نعم شوني يعني يسولوا الانتقابات علينا هاي الأحزاب الفاسدة جاء من الهداة عن العراق بعد شوق العشائر ساستة المرجعية ساستة وقبتوا لحشرين بالمئة موطت انتقابات تحتبر فان شلين وقبتوا لحزاب هاي أكثر من الفساد أكثر من الإرهاب ليش هانا تسكوت عن العراق يعني هذا العراق العظيم عراق التاريخ عراق النهرين بالجوء الفراس ليش هانا تسكوت عن العراق الناشط الشوق العشائر والمرجعية يعني عشرين عام لا ماء لا إزراعة لا صناعة الله أكبر الله أكبر عليكم طيب أنا أريد أسألك أريد أسألك أريد أسألك سيد كاظو علاء الموسوي هو يعني معتمد من مرجعية النجف وكان قبل أحد وكلاء المرجعية وبعدين طلع وراح للوقف الشيعي وقصة طويلة ما تعنينا المهم هذا يعتبر أحد معتمدي المرجعية شي يقول يقول حتى لو فاسد أرضوا بي اقبلوه هو ماشي فاسد بس أرضوا بي يعني حتى الأعلام نحمل كمة سهولية حتى الأعلام التي تحمل مسئولية العراق نعم مهما تسأل مهما تسأل وأني أريد أسأل أريد أسأل يا كاظم أنه ليش ما شفنا ليش مدى نشوف موقف حازم من مرجعية النجف ضد الفساد اللي دي يصير وضد هاي الانتخابات المرفوضة شعبيا وضد الطبق السياسي المرفوضة يعني مثلا ومثال بسيط وسريح حتى تجاوب يوم اللي صار موضوع داعش طلعت المرجعية بشكل واضح وصريح وقالت شيلوا السلاح وقاتلوا وطوفتوا على داعش تمام 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 وراحل شعداء ليش تمام 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 ليش ما طلعت يا أخي بس اسمعني ليش ما طلعت مرجعية النجف بنفس الحزم ونفس الوضوح تقول يا عراقيين اطلعوا شيلوا هاي الطبقة السياسية الفاسدة من الحكم ليش كاظم نعم ليش ما طلعت مرجعية النجف وأفتت بمحاربة الفساد هس عوف شيوخ العشائر عوف شيوخ العشائر جزء جزء مو قليل منهم جزء مو قليل منهم متواطعين ومشتركين باللي دي يصير بالبلد جزء مو قليل لكن حشيلي جاوبني جاوبني على السؤال الانتقابات لا وصلت العشرين تحسب أسرابي حتى عشرين ما بي أكثر حتى عشرين ما بي يعني ما بحثم يسوي الانتقابات بحثم وانا ما سلموا من المتاحة الأمريكية هنعرفوها بحث الجاب من الجاب هذا العراق لأنا أبو الجاب غير شاكت الأمريكية وانقول الديموقراطية تجد ولا الديموقراطية الديموقراطية كل عرام شكرا جزيلا سيد كاظم من الديوانية شنت أتمنى بس تجاوب أنا أقدر انفعالك والحالة العصبية والغضب اللي يعتليك ويعتلي صدرك وقلبك وعقلك والوضع السيء اللي دي يعيش العراق اللي انت دتشوف انه طفح الكيل كافي كافي فساد كافي هاي الحكومات اللي تسلطت على رقاب العراقيين والشعب يقول ما نريدكم ما نريدكم يا عالم بس السؤال اللي يظل قائم هاي الجهة الدينية اللي اه تصدر نفسها لانه هي تمثل العراقيين انه الاحزاب السياسية تقول احنا باسم المرجعية نقتدي الشعب جزء مننا يقول احنا توجيهات المرجعية على الرأس هاي المرجعية اللي بسببها طلع عنا شيء اسمه الحشد الشعبي هاي الميليشيات اليوم اللي ترست بطون قياداتها و اه ترست جيوبهم من مال العراقيين واستغلوا الشباب اللي راحوا يقاتلون وذبوهم الى دزوهم الى محرقة بسبب ايضا فشلهم في ادخال داعش المرجعية كانت السبب في وصول فالح الفياض وهادي العامر وقيس الخزعل وهاي الشلة الى قيادات الحشد وابو فدك وغيرة وترسوا بطونهم وجيوبهم براكبين سيارات وعاي فيكم انتم يا المقاتلين بالشوارع السؤال هاي المرجعية ليش ما تطلع بنفس الحزم ونفس الشدة لمحاربة الفساد الموجود بالعراق قطعا توصلها الاخبار ان الشعب رافض للعملية السياسية لسان حال العراقيين اليوم نرفض الطبقة السياسية اللي يجدت بعد 2003 هلا يعقل او هل من المعقول ان مرجعية النجف متى وصلها الاخبار متى وصلها اللي دي يصير او ما يوصلها اللي دي يصير بالعراق من رفض شعبي للطبقة السياسية الفاسدة ولهاي الميليشيات عندنا اتصال تفضل سيد أبو عبدالله حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا العجيز هذول كل شي يصلهم كل شي يصلهم وخاف يطلع يعني خاف يطلع من هذول المعممين ماكو مع احتراماتي للحمايم الصحيح او امام السيد بن رسول نعم هذول من يحكي بالتلفزيون شكل والتطبيق يصير شكل يعني بدأت تحرير المناطق على قولتهم تحرير تحرير المناطق الغربية نعم دير باسهم على منكلشات المواطنين دير باسهم دير باسهم دير باسهم عمي يجلح لجوتنا متفل العكس هو صار الصحيح عندهم طيب سؤالي لك ابو عبدالله انا اريد استثمر المتصلين قدر ان نستطاع باسرع وقت طلعت حنان الفتلاء طلعت عاليا صيف عفوا تمام وقالت بانه هالانتخابات بتوجيه من المرجعية روح انتخبوا كذا معمم قال المرجعية تدعو الى المشاركة بالانتخابات طيب اذا كان هذا الكلام كذب وكان هذا افتراء على المرجعية ليش ما طلعت نفت ليش ما قالت انا ما لعلاقة باللي قالتها عاليا صيف وباللي قال المعمم الفلاني والمعمم الفلاني ليش ما طلعت اذا هي ما ترضى بالطبقة السياسية هاي واذا هي مقاطعتهم وما تستقبل واحد منهم والمجرب لا يجرب ولا تختارون الفاسدين ليش ما طلعت ونأت بنفسها عن هاي الخطابات اللي كانت موجودة دائما وتقول المرجعية تدعو العراقيين الى المشاركة يعني استاد هي المرجعية منه نحن خليط لعبة المرجعية يطلع حتى الزليون ويحكي بالسان عربي فصيح نعرف منه كل من يقول لك انا مرجع كل من يقول انا مرجع المرجع واحد اثنين عشرة نعم يعني كل من دين وكل من مذهب ما قلنش حاجة عمي وما يطلعون ما يطلعون هاي اتفاق اياو ياهم ويقول استاد محمد ويروح سوي ويذهب مرجع فيه الملك الشيكان نعم نعم يا عمي هاي الناس ماكوا قالوا الناس ما ظلت غشمة ما ظلت ناس غشمة وقالوا يطلعون على البرلمان اذا اتفاق شي بسيط شي بسيط دون المية البرلمان اصلا اذا اكو عراق شريف ما احترامات العراق وما احترامات قناتكم اذا اكو عراق شريف ونجيه ميرو خلاص ميرو خلاص طيب اشكرك ابو عبدالله من صلاح الدين اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة ويانا ابو اسد من البصرة اتفضل يا ابو اسد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم هياك الله عندي فضل ملاحظة اتفضل زمن مسحة المحمود انا قاعد قاضي قاضي يعني كبير شوية منصبة حساس نعم قاعد داعي شربوا الشاي دق علي التليفون قال انا شكوا قاضي فلاني قال والله شيخ تخابرني انا مجيش الشغل مع هذا فضوها يعني الشغل مع هذا فمتسوي لفت جريمة هم من جماعتهم فتمشكلة شبيعة هذا القاضي القاضي ديرد على التليفون يقول للشيخ قيس خابرني فضوها للسالفة ايه نعم ما شاء الله ما شاء الله على القضاء الشامخ العادل النزيه يقول لفضوها للسالفة عالتريع هزب ايده بو علي شريده لي فوق هذا القاضي الشبيع قال لي لفوكس قال لي سد التليفون وقال امرنا الله ها يعني القاضي جدت اوامر بانه شغلة قيس فضوها نعم 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 قال لي في الضوات وهذا القاضي اللي اقسم ووضع ايده على القرآن حتى يقسم انه هو راح يحمي العراق ويحكم بالعدل رضخ نعم لانه اللي ما يرضخ اللي مبئراته اللي مبئراته فغصبا عنه مثل ما قال العامري اي مبئراته غصبا عنه من قاضي قاضي وحدي خبر الله اثنيا بلعت المرهات قبل شوية تهشي قبل هذا بالصلاح الدين اي ده تولف على اربع ارهاب ما اربع ارهاب اربع ارهاب وده تدعي اه ده تدعي بالمرجعية المرجعية لا لا هي لا تخربط بس لحظة هي قالت هي قالت انه الله يحفظ الفائق زيدان المحترم المادرشون ده تريد تناشد المرأة من وجعها ابو اسد احنا يعني هم لازم نتفهم انا ده اقول لك هاي الحادثة قبل الفائق زيدان شام متحة المحمود ابو كترين نعم هاي قضيتك انت نعم شام متحة المحمود نعم 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 بس ده تركك على هذا نحن بصلاح الدين او المرأة اللي حجت طيب على المرجعية تعدها بالنجف من المرجع على الستاني على الستاني ترى يعني توقعاتي ميت مو هزة بس هم يتعشون باسمه دعني يخرج بالتلفزيون يحكي بكلام عربي كلام بصيح ما يخالب يحكي بكلام عجمي نعم كلام عجمي كلام احنا نحن نريد يتكلم نحن نريد موقف مثل ما صار وطلعونا الحشد من هاي المرجعية من النجف طلع شي اسم الحشد اللي ذبح العراقيين وقتلهم بحسب تقارير دولية لها أول ما لها آخر الريد يطلع نفس البيان هذا نفس الفتوى أو خطبة مثل طلع عبد المهدي الكربلاء وقتها و يحكي بكلام واضح وصريح اطلعوا يا عراقيين اسحلوا دولا بالشوارع أو اطلعوا يا عراقيين طيروا الفاسدين من نانا ما شكنا كل طلعات كان لو طالع هو العفو كان كل طلعات نعم مو بس بيئة معينة نعم طيب أبو أسداني أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة خلونا نكمل مشاهدين الكرام وننتقل إلى موضوع ثاني في هذه الحلقة من فساد المشاريع مشاهدين ننتقل بكم إلى نقص الخدمات ومن محافظة القادسية تحديدا قضاء عفك أهالي حي الوائلي في القضاء طالبوا بإيقاف معاناتهم والعمل على تعبيد الشوارع تبليطها اللي أصبحت عبارة عن بركطينية بسبب دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وطبعا هاي الشوارع يستخدمها العديد من طلبة المدارس والأهالي بشكل يومي وهي بحال سيئ جدا خلونا نشوف هذا المقطع لاحاويات منطقة منكوبة كل شو ماكو وطين ولا تبليط لاحاويات هاي هاي المنهولة هنا تفلشت بسبب تنظيف النفايات بالشفلات هاي 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 شوفوها قدامكم وننتقل إلى مقطع ثاني إلى محافظة البصرة وتحديدا إلى شارع جامع العرب وسط المحافظة اللي وثق النشطاء أو المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي مشروه هذه المقاطع للشارع حالة يرثى له كما أيضا يبين المقطع الآتي اللي راح نشوفه بعد لحظات انتشار النفايات وغياب التبليط للشارع وترك مشروع مجاري تصريف المياه من دون إنهاءها من قبل الشركة المنفذة وهذا الموضوع خلى الشارع في حالة سيئة جدا ولا يصلح لمرور السيارات من فوقه خلوا نشوف هذا الشارع العرب ما موجود بالخارطة يعني ماكو بلدية يعني حاطتها براسة وباكو مدير قاطع ما موجود هنا السيد المحافظة 40 مليار مطيقهم هذا الشارع ما تطبوا لي ما تشوفون هاي الخيسة شينو هاي اللي طبي يغتني قال اللي يحبرو يموت شين هاي التلال هاي التلال وهذا الخيس وهاي الشوارع ده نزل الشفال جيب لك موس شويك طلها مدينة لبت المدينة سنتر المدينة مركز المدينة مركز خايس شيني هاي تعالي بلتعيش خايش قصة لان نعونا مالجد جدي انا شيني هاي فعلها التنادر تعالي تعالي شيني هاي الخيسة والله زحمة عليكم مدينة كاي شيني عنا اللمح بس بالقريش خلونا نشوف التعليقات مشاهدين الكرام بشأن هذه المقاطع عدنا تعليق من مراد يقول هذا الشارع بالبصرة القديمة شارع 1998 كان يسمى قبل شارع باريس كنا ندرس على الإنارة ونظافة والنظافة هس الشارع من تمر على الشارع تختنق من الريحة الخايسة عدنا تعليق من أحمد يقول 40 مليار موازنة البلدية وهذا حال أغلب مناطق البصرة سارة الوائل تقول هاي نتيجة اختيار الشخص الخطأ والغير كفو وعقليته محدودة من كل الجوانب وبالتالي هاي النتيجة شنو يصير لو تم اختيار رجل مهني وكفو يشتغل لله أكيد الوضع راح يتغير لكن لا حياة لمن تنادي يعني منه يقنع سارة أنه أسعد العيداني اختاروه بحسب مفوضية الانتخابات وبحسب أسعد العيداني ومحافظة البصرة هذه الأعداد الضخمة يقولون اللي حصل بها 12 مقعد راح يمي يقول أسعد العيداني ملتهي يبني مجمعات سكنية شالية بالبصرة طيب ناخذ موضوع ثاني مشاهدين الكرام وننتقل إلى الانتخابات وهذه الفضيحة اللي ربما نرد على السؤال اللي طرحنا أو اللي يرد المقطع على السؤال اللي طرحنا شلون حصل أسعد العيداني وغيره هذه الأصوات قضية الانتخابات هي قضية حقيقة يعني ما حدث أو اللي صار قبل كم يوم في مجالس المحافظات أمر مسرحية صراحة وصدمة كانت للحكومة وفرحة بالنسبة للشعب العراقي صار بها تزوير ونتائج مشاركة متدنية بحسب كثير من المراقبين الانتخابيين ورغم المقاطعة الكبيرة لكن مفوضية الانتخابات قالت بأنه نسبة المشاركة 41% يعني 6 مليون مواطن عراقي شاركوا في هذه الانتخابات خلونا نشوفكم شغلة من الأمور الغريبة اللي حثت في هذه الانتخابات هذا الشخص اللي راح نعرض حديثة والمقطع بعد لحظات راح دي يشوف اللجنة الانتخابية ربما دي يشارك بالانتخابات ما ندري لكن هو دي يقرأ اسمه ضمن الناخبين شاف اسم أبو اللي توفى بـ 2016 موجود ومسجل ضمن قوائم الناخبين في أحد مراكز الاقتراع وهذا الكلام ذكره قبل محلل سياسي وهو بشير الحشيمي قبل الانتخابات بأنه أربع مليون ناخب عراقي متوفي ستبقى أسماءهم مسجلة في مراكز الانتخاب خلونا شوف ونسمع بطاقة ناخب متوفي فضل هاي منظومين هم واضي بالـ 2016 2016 اتوفى واضي متوفى من الرعا هذا التقاط يعني حاليا أكو أربعة مليون بطاقة لمتوفين بعد ما حدثت هاي البطاقة البايمترية رجعت وزارة التجارة سوت الأتمته اكتشفت يا عراقيين فقط بـ 14 محافظة أربع مليون عراقي متوفي تم اعطاهم بياناتهم للمفاوضية لأنه أحياء لاحظ هم مقطوا للمفاوضية البيانات أحياء دولاك طبعا البطاقات رجعت وزارة التجارة حدثت سوت أتمته طلعوا ميتين يعني حاليا أكرب عمليون بطاقة لمتوفين هذا الموضوع مشاهدين الكرام الفيديو اللي راح تشوفوه هو الاحتفال واحتفال بفوز أحد المرشحين بانتخابات مجالس المحافظات عملية إطلاق رصاص حي بشكل عشوائي بسبب فوز شقيق النائب حيدر طارق بعضوية مجلس محافظة الناجح فإذا كان السيد النائب أو عضو مجلس المحافظة راح يبدأ عضويته بخرق للقانون وترويع للمواطنين شلون راح يخدم أهالي المدينة ويحافظ عليها ويحافظ على المحافظة ويطبق القانون خلونا نشوف ويحافظ نحن ويحافظ 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 أعرف أن تعدكم قارة المشاركة أكثر من الجنة بالغنبار والصلاحين كنسبة المشاركة أكثر دعونا نستعرض التعليقات مشاهدين الكرام عدنا تعليق من فاضل يقول فعلا جايين نغير باتشار يسورفون بالقانون يطبق علينا الفقرة بس الله وكيلكم شك واحد ينتقد ويصعد حالة القدماء تعليق من الشهاب يقول مع الأسف ولماذا هذا الاحتفال هل هي مغانم إنها مسؤولية أمام الناس وأمام الله صالح يقول بيها الخير هاي بعدها بأولها وهي شي خرق للقانون أو هي شي خرق للقانون تعليق من فلاح يقول دول داخل دولة ولا من بصيص أمل فالح أو فلاح متشائم النظرة السودوية تعتلي من تعليقه وصل إلى مرحلة من اليأس يبدو من التغيير في العراق بسبب أو التغيير من هذه الطبقة السياسية اللي ممكن يعني يتوقع البعض بأنه هي قد تحدث تغيير إيجابي للشارع العراقي هذه النظرة هي نظرة أغلب العراقيين وأغلب المقاطعين أو كل المقاطعين للانتخابات وأغلب العراقيين لأنهم يعرفون كل جزيلاً أنه الطبقة السياسية اللي تحكم العراق من 2003 إلى اليوم لن تقدم أي شيء إيجابي للشارع العراقي خلوني أنتقل إياكم إلى الانفوغرافيك اللي بعدنا مرتبطين بنفس الموضوع عن الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات مقاطعة الانتخابات هو كان صوت المواطن العراقي الحقيق الرافض للأحزاب وكتلها السياسية خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك اللي يلخص مقاطعة العراقيين للانتخابات وشنو أسبابها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 صحيح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة